لو سألتك إيش أنت مستعد تسوي علشان الفلوس المال الدراهم إيش راح تسوي علشان يصير عندك فلوس مهرة كثيرة إيش راح تسوي علشان توصل لمرحلة عالية من الثراء ممكن تفتح مشروع صح ممكن تدخل في سوق البورصة ممكن تفتح ماتجر إلكتروني ممكن تفتح صفحة على اليوتيوب حساب في سناب شات حساب في انستغرام ولكن السؤال الحقيقي لفيديو اليوم إيش هو هل فكرت إنك تسوي شيء غير أخلاقي علشان يصير معك فلوس كتير زي مثلا تسرب أو مثلا تبيع أشياء ممنوعة أو مثلا تسوي أشياء غير قانونية أو 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 تقتل علشان الفلوس ياب عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة اليوم في سلسلة قصص الوجيه راح نتكلم عن بنت قررت إنها تقتل أبوها علشان تاخد فلوسه وكيف إنه في موظف توصيل طلبات بيتزا مسكين وغلبان تورط ومات بسبب هذه البنت اللي تبغى تقتل أبوها علشان تورث فلوس قصة للأمانة هزت الشارع الأمريكي والإعلامي وقتها وسببت ضجة جدا كبيرة فكونوا معنا يلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية على السريع بس عشان لا يكثر الكلام وزي ما يقولوا ندخل في صلب الموضوع اشترك في القناة لو ما كنتم يشترك وفعل جرس التنبيعات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول ولا هم من هذا كله لو أعجبك الفيديو أفضل دعم أنك تسويه تضغط على زر اللايك غير كذا أربطي لحزامك أربطي لحزامك ويلا بينا نشوف إيش قصة براين ويلز والبنت اللي قررت إنها تقتل أبوها علشان تورث جميع أمواله القصة مضاف لها حوارات خيالية من مخيلة الوجيه وبعض ممن حكوا القصة لأن براين ويلز يا جماعة مات ولم يحكي قصته ولكن بالرجوع إلى كاميرات المراقبة في عدة أماكن تواجد فيها أثناء هذه القصة تم توقع ما قد سوف تكون عليه هذه الحوارات سنة 2003 يا جماعة كان فيه موظف بيتزا ضعيف الله غلبان اسمه براين ويلز رجل متقاعد من الجيش وعمره تقريبا 46 سنة وكان يشتغل في توصيل الطلبات لأحد مطاعم البيتزا يوم من الأيام وعلى نهاية الدوامه وصلته طلبية أخيرة لمكان ما فقال يا عمي آخر طلبية خليني أقفلها وبعدين أروح البيت ولكن للأسف براين ويلز ما كان يعرف أنه هذه التوصيلة رح تكون بعنوان الطلبية الأخيرة اللي رح يوصلها في حياته اكتشف براين أنه مكان التوصيل اللي بيودي له البيتزا كان جدا بعيد وفي مكان شبه مهجور إلى حد ما أوكي ما حسب شي خوف لأنه تحصل طلبات بيتزا الأماكن غريبة كذا إيش المشكلة وصل براين عند باب المكان المهجور هذا ودق الباب اتفتح الباب بشكل طبيعي حط البيتزا وأخذ الحساب وعطوه بخشيش طبعا لا وهو ماسك البيتزا زي كذا سحبته بنت ومعها اثنين رجال ودخلوه إلى داخل المكان هذا يمكن ضربوه يمكن هددوه بالسلاح الله أعلم ولكنهم ثبتوه وقالو له يا وعي لك لو تهرب ولا تتحرك أي حركة براين استسلم أكيد في النهاية هو موظف توصيل طلبات بيتزا مش مدرب كونغ فو وثلاثة على واحد والكثرة تغلب الشجاعة ألم خذته البنت هذه والرجالين اللي معاها وجلسوه في مكان ما داخل هذا المكان المهجور ربطوه ثبتوه وأحكموا وثاقة وتركوه يا جماعة انتوا وين راحين تركوني هنا المين يأكلوني الدود وليش براين في ذيك الفترة جلسي وسوس هل راح يقتلوني يمكن يكونوا من تجار البشر يبيعوا كلية وأعضائي للسوق السوداء أو ممكن إنهم مجانين من ذول اللي يسووا طقوس شيطانية وبيسووا شموع حواليني وبيفصخوا لي ملابسي ويسووا لي حركات مجنونة شوية إلا البنت والرجالين اللي معاها رجعوا ومعاهم طوق حديدي زي الطوق تبع الكلاب ولكن كذا شكلوا مرة جحش إيش هذا يا جماعة عشنا وين تسو فيني قالوا له ما لك شغول انت تخليك ثابت واسمع الكلام علشان ما تشوف دماغك متناثر في أرجاء الغرفة بل إنه تم إطلاق طلقة نارية تخويفية لأنه بعد فترة التحقيق قالوا إنه نسمعنا طلقات نار من هذاك المكان قال من بدأوا يركبون الطوق الحديدي هذا على رقبة براين المسكين وهو منصاع لا حون له ولا قوة قالوا له اسمع يا بائع البيتزا الشيء اللي لبسناك إياه هذا ترى عبارة عن قنبلة موقوتة وإذا ما نفذت كلامنا رح تنفجر وتتحول إلى لحم مفروم شايف الطوق اللي عليك هذا عليه أربعة أقفال والأربعة أقفال ذي يفترض إنه لها أربعة مفاتيح بنترك لك ورقة عليها عنوين مفاتيح الأقفال هذه بس بعد ما تسوي اللي نطلبه منك بالتفصيل براين قال لهم اوكي اوكي يا جماعة بسوي اللي تبغوه بس يرحم أمكم لا تفجروني أنا شوي أتعامل بيتزا ما أبغى من الدنيا هذه غير لقمة تعيش وحياة بسيطة المهمة البنت اللي هي الرأس المدبر قاتلوا اسمعيني اليوم بتنام عندنا وبكرة الصباح تروح للبنك وتدخل على مدير البنك وتعطيه هذه الورقة مباشرة وتسرق المبلغ المطلوب وترجع لنا وبعدها نعطيك عنوين المفاتيح الأربعة علشان تفك الأقفال وتتخلص من القنبلة ولاحظ إنه الطوق هذا فيه جوال مثبت عليه جوال صغير لو حاولت تشيل هذا الجوال بتنفجر القنبلة لو حاولت تهرب رح نتصل على الجوال المعلق في هذا الطوق وتنفجر القنبلة لو تأخرت أكثر من اللازم رح تنفجر القنبلة يمشي بناء على التعليمات ورح تكون كل الأمور بخير ورح ترجع لها لك بسلام مغلوب على أمره براين وافق وقال أمر الله صح الصباح هذا لو كان نام أصلا لبس ملابسه وأعطوه بندقية من نوع غريب جدا يعني كذا بندقية أحد صنعها يدويا على شكل مضلة أو تشبه العكاز وقالت له البنت هذه تستخدمها وأنت داخل للبنك كأنها عكاز علشان لو اضطرت تهدد أحد بالسلاح أخذ براين السيارة وانطلق إلى البنك وبدأ يدخل للبنك بملابسه المنتفخة وعكازه المزيف ووصل إلى أحد الموظفين وأعطاه الورقة أخذ الموظف الورقة وبدأ يقرأ فيها أنا أحمل سلاح والشيء اللي تحت فنيلة هذا قنبلة إذا ما أعطيتني مبلغ 250 ألف دولار رح أفجر المكان باللي فيه الموظف بلع أم العافية ورد على براين وقال له والله أنا مستعد أعطيك مليون لو فيه شيء في الدرج بس كل اللي عندي في الدرج 8000 دولار وشوية رد عليه براين وقال له الله يخليك أشياء اللي فرقبتي هذا قنبلة ولو ما أعطيتوني المبلغ اللي مكتوب في الورقة بالروح أنا وإنتم لحم مفروم الموظف رد عليه مرة ثانية وقال له والله العظيم ما عندي إلا 8000 دولار صدقني لو فيها أكثر لأعطيك براين قال له خلاص عطت 8000 دولار هذه في الكيس وخليني أمشي من هنا قبما تنفجر القنبلة أخذ براين 8000 دولار في كيس وخرج من البنك مسرع ركب سيارته وانطلق ولكن وقتها الموظف وبعض الناس اللي في البنك بلغوا الشرطة وخلصوا فبمجرد خروج براين من البنك بدأت الشرطة تلاحقه مباشرة والهلوكوبترات والصحف والمجلات والمنصات الإخبارية والمحطات الإدعية كل العالم صالي لعبه وللأسف أول ما ركب السيارة وبدأ يشرد لحقوها الشرطة ووقفه وللأسف ما قدر براين أن يوصل عند البنت واللي معاها علشان يعطيهم الفلوس ويفكوه القنبلة أو يعطوه عناوين مفاتيح القنبلة مسكوه الشرطة قبل ما يوصل لهم ويقال إنها في أحد مواقف السيارات مسكوه الشرطة وربطوه وتركوه مكانه قال لهم يا جماعة الخير انقذوني أنا في جسمي مركبين قنبلة ولوما وصلت الفلوس اللي سرقتها للناس اللي طلبوني أسرقها راح تنفجر ورح أموت الشرطة بس سمعوا كلمة قنبلة تركوه في وسط الشارع وهو مقيد راح تخبوا وراء السيارة واتصلوا مباشرة على فريق مختص لتفكيك القنابل والمتفجرة وقالوا لهم تعالوا بأقصى سرعة ظل براين يصيح ويبكي ويناشد الشرطة ويقول لهم تعالوا ساعدوني بسرعة ولا خلوني أروح أنقذ نفسي ما ينفع تتركوني هنا في الشارع طايح أقول لكم حواليني قنبلة موقوتة قنبلة ممكن تنفجر في أي لحظة ولكن للأسف الشرطة كانوا متوقعين أنه ايش فرقة تفكيك المتفجرات راح توصل في الوقت المناسب وأنه ممكن قاعد يتلاعب فيهم وظل براين في هذه اللحظات التعيس يشوف شريط حياته قدامه ممكن ينتهي في أي لحظة وفي ظل تأخر تفكيك فرقة المتفجرات وبدون أي مقدمات ووسط صراخات وبكاء براين في الشارع انفجرت القنبلة في رقبة وصدر هذا الإنسان المسكين ومات مباشرة خيل تروح توصل بيتزا وفجأة تلقى نفسك شاية القنبلة معلقة فيك ومطلوب منك تسرق ربع مليون دولار وفجأة تنفجر وتنتهي حياته شيء للأمانة جدا مؤسف المهم فتحت الشرطة ملف التحقيق وبدأت رحلة البحث عن المسؤول عن تفجير هذا الإنسان البريء وإيش هي مخططاته وبالفعل عن طريق الرجوع إلى سجل الطلبات ومواقع التوصيل تبع البيتزا وعن طريق مراقبة المكالمات والرجوع إلى سجل المكالمات اللي تمت في هذه المنطقة وصلوا إلى مكان توصيل البيتزا ومن هناك بدأت التحقيقات وحبا حبا قدروا يوصلوا إلى هذه البنت والرجالين اللي معاها وألقوا القبض عليهم وخمن معايا إيش اللي اكتشفوه طلعة البنت هذه زي ما قلت لكم هي الرأس المدبر واسمها مارغوري أرمسترونج وكانت خطتها إنها تقتل أبوها علشان تورث فلوسه أبوها كان مقصر معاها بخير ما يعطيها فلوس أيا كانت المشكلة اللي بينها وبين أبوها كانت تبغى تقتله علشان تأخذ فلوسه كلها طيب معلش يا وجيه إيش دخل أم بائع البيتزا المسكينة هذا ولش تبه تسرق البنك إذا هي تبتقتل أبوها وإيش أم الفوضى اللي عملت هذه أنا مش فاهم حلو راح أشرح له طلعة البنت هذه ما تقدر تقتل أبوها بشكل مباشر ما ينفع تروح تقتل أبوها تقول له موت هات فلوس ما ينفع لازم توظف قاتل مأجور اقترح عليها أحد أصحابها المتآمرين معاها وقال لها إسمعي يا بنت أنا مستعد أقتل أبوكي مقابل مائتين وخمسين ألف دولار جيبي لي مائتين وخمسين ألف دولار أنا راح أقتلك أبوكي من دون أي أثر ورايا ورح تورثي الفلوس بكل بساطة وبحكم أن البنت زي ما قتلكم ما عندها هذا المبلغ عملت خطة سرقة البنك ولكن كيف تسرق البنك البنت ما هي خبيرة سرقة ولا عندها عصابة مختصين بسرقة البنك فراحت جابت عاملة البيتزا المسكين وعملت كل القصة وهذه بمساعدة اثنين من أصحابها أو اثنين رجال عشوائيين الله أعلم الصدمة مش هنا الصدمة أنه أثناء التحقيقات قالوا أن عاملة البيتزا ما هو بريء ولا بطيخ بل أنه كان جزء من الخطة وكان واحد منه كلهم الأربع ذول يفرقة واحدة وكانت هذه جزء من الخطة أنهم يعلقوا عليه قنبلة ويرجع لهم وخلاص لحظة 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 كيف في واحد بيرضى أنهم يحطوا عليه قنبلة ويروح هبالهي أشرح لك أكثر قالوا لو يسمعي براين حنحط عليك قنبلة مزيفة أنت معانا واحد مننا نوفينا بس كيف نقنع موظفين البنك أنهم يعطوك فلوس حنقول لهم اللي في رقبتك ذا قنبلة وبمجرد ما تدخل عندهم أكيد حيتعاون معاك ويعطوك فلوس قال لهم تم لبسوها الطوك وبعد ما لبسوه قالوا لو يسمع تراها قنبلة حقيقية أحق ليش والله مدري هذا القصة اللي قالوها طيب ليش تجحفلوني كذا يا جماعة ليش تلبسوني طوك يا أنك تنفذ الخطة ولا بتموه في كل الحالتين أنت ورطان اختار الورطة الأقل تروح البنك وتقول لهم أنه في ثلاثة أشخاص سود ربطوا عليك القنبلة هذه في رقبتك وطلبوا منك أنك تسرق هذا المبلغ ولا راح تنفجر فيك القنبلة يسمع الكلام مزبوط مزبوط عاد هذا الكلام صح ولا غلط الله أعلم زي ما قلت لكم براين ميت ولا روى أي قصة ولكن أسرة براين ويلز أنكروا هذه القصة وقالوا أنه الرجال طيب وغلبان وما له في الهشك بشك والخربيط هذه أبدا والله أعلم طبعا البنت حكموا عليها مؤبد بعدما اكتشفوا أن هي الرأس المدبر طبعا كيد أبوها قطع علاقته فيها للأبد مستحيل أنه يعترف فيها كبنت بعد الفوضى اللي سوات هذه وحب أقول لكم أنه البنت هذه أصلا لها سوابك كثيرة البنت والشي عندها إيش مرض نفسي من نوع معين غير أنها كانت دايما تتضارب وتسبب مشاكل وحاولت تقتل أكثر من مرة البنت ما هي مزبوطة ألم أنهم حكموا عليها مؤبد وظلت في السجن إلى سنة 2017 وماتت يب ماتت داخل السجن واللي معاها الاثنين اللي ساعدوها في تصميم القنبلة وتوفير الأسلحة وذالكلام تم الحكم عليهم بأحكام مختلفة وتفاوتت الأحكام ما بين الاثنين ووصلت بعضها إلى 45 سنة السجن يعني مؤبد إلا شوية 45 سنة بتجلسها في السجن أكيد بتخرجوا أنت على فراش الموت أو على أقل شخص معاد مهتم في الحياة وبس والله يا جماعة هذه كانت قصة براين ويلز موصل طلبات البيتزا لو عجبكم الفيديو وحبين تدعموا سلسلة قصص الوجيه الجديدة هذه اضغطوا على زر اللايك واكتبوا لي في التعليقات ورح توصل الفكرة أعطيكم العافية يا جماعة كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم